بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين لغيداق سبورت أحداث وتفاصيل الجولة الثانية من بطولة كاس العرب العنابي القطري أول واصلين إلى الدور القادم واستخدام لتقنية عين الصخر لأول مرة خيم التعاود السلوي على مباراة البحرين وأسود الرافذ المنتخب العراقي منتخب السوري يقلب الطاولة ويهزم المنتخب التونسي بهدفين نظيفين والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري أيضا إلى الدور القادم قبل أن ندخل بالتفاصيل زمانك مشترك بالقناة تمنى منك شترك بالقناة فعل زر جرس وما تنسى ادعمني بلايك وكومنت انتهت المباراة اللي جمعت المنتخب البحريني مع المنتخب العراقي بالتعادل السلبي مباراة شكانت متكافئة من الطرفين قوية من الطرفين شهدت ضياع فرص كثيرة يعني نقطة ضعف نشكلة بالمنتخب العراقي والمنتخب البحريني هي واحدة هي غياب اللاعب القناص أو اللاعب اللي بيخلص الهجمة أو بين هالهجمة كنا عم نشوف هجمات كثير فرص كثير عم تضيع عم يتم التعامل معه بشكل سيء شوف يعني هاي اللقطة المهاجم العراقي رغم انفراده بالحارس لكن كان عم يعيده لللاعب الخلب وكأنه غير قادر التعامل مع هاي الكرة أو غير قادر على انهاء الكرة على مسؤوليته الشخصية أو غير قادر على انهاء الكرة أو غياب الثقة عند اللاعب خوف من الاعلام يعني اللاعب ما كان قادر ابدا يتعامل معه اعاد الكرة لللاعب الخلفه وضاعف الكرة يعني بصراحة عادل كان مستحق للطرافين مباراة التانية جمعة العناب القطري مع المنتخب العماني قدر فيها منتخب قطري اهل الدول القادم بعد فوضوا على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف المباراة شاهدة استخدام التقنية عين الصغر لأول مرة المنتخب العماني اللي ما بيمنوك اي نجوم بصفوفه قدر قدم مباراة رائعة جدا كان مستحوز عن المباراة ومستحوز بنسبة 53% مقابل 47% كان نسبة الاستحواز متفوق على المنتخب القطري يقدم مباراة رائعة جدا شوت الاول طبعا انتهى بهدف اكرم عفيف للمنتخب القطري يتقدم منتخب قطر بهدف نظيف الشوت الثاني منتخب العماني بدأ بضغط الهجومة حتى يستعيد زمام المبادرة ويسجل هدف التعادل عن طريق خالد الهاجب بعد كرة عرضية من عبدالله فواز طبعا الهدف للمنتخب العماني كان عن طريق كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله فواز طبعا المنتخب القطري كان يطمح للفوز والتأهل وهذا الشيء اللي صار بدأ المنتخب القطري باستماتة هجومية وضغط هجومة عالة كتير المباراة شهدت 7 دقائق وقد بدل ضايح حتى قدر اللاعب محمد بونتاري من تسجيل الهدف القاتل بعد كرة من اكرم عفيف طبعا كان في احتجاج على الكرة على ان الكرة تعدت خط المرمى او خط الهدف وهي الصورة عن طريق او بتقنية عين الصغر لصورة سلاسية الابعاد شوفوا الكرة يعني كامل محيط الكرة تعد خط المرمى في الهدف صحيح 100% وهي تقنية عين الصغر اللي تم استخدامها لأول مرة يعني الشباب هدف صحيح وعطى بطاقة تأهل للمنتخب القطري منتخبنا السوري كان عم يطلب الطاولة على المنتخب التونسي بأداء ولا أرواع غياب السيخة عند اللاعبين التوانسة غياب التركيز غياب الحضور بالملعب بالمنتخب السوري كان عم يفرض شخصيته عن الملعب بالشوت الاول وبالشوت التاني كان عم اكتر هجوم اكتر سيطرة اكتر استحواز بعيد عن الاخطاء بعيد عن التشتت كان عم يلعب بحماس بروح قتالية يسجل منتخبنا السوري بالشوت الاول الهدف الاول من الدقيقة الثالثة بالشوت الثاني بدقيقة واحدة بس قدر بهجمي واحدة يسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة وبنتزديده من خارج منطقة الجزاء ليقلب الطاولة على المجموعة ويغير كل معطيات المجموعة ويصبح للمنتخب الاماراتي بعد ان كان المتأهل للدور القادم اصبح موقع بخطر ممكن الحسابات المجموعة تتغير ويتغير كل الفرق المتأهلة النشام الأردني كان عم يخصر مع المنتخب المغربي بربعية نظيفة منتخب المغربي من المتخبات المرشحة للتأهل للدور القادم منتخب قوي جدا برفقة المنتخب الجزائري من المنتخبات القوية والمرشحة للوصول للنهاية منتخب الجزائري ايضا كان عم يتغلب على المنتخب اللبناني بصراحة منتخبين محضرين بشكل كبير بمتلك لاعبين من الطراز العالي لاعبين على مستوى عالي عم يحققوا نتائج إيجابية جدا عم يحققوا أداء رائع بصراحة مباراة كانت سهلة جدا للمنتخب المغربي منتخب الجزائري عانى شوي من تكتل الدفاعي أمان المنتخب اللبناني لكن قدر يسجل هدفين ويحسن اللقام وهي كانت أغلب تفاصيل الجولة الثانية من كأس العرب منتظروني في فيديو جديد لنحكي في عن المباريات القادمة ومواعدة وتوقيتها ومين ممكن يتأهل للدور القادم ما تنسوني من دعمكن وتبقوا بخير وصحة وسعادة والسلام عليكم